موسيقى 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 خطر لي بالأمس سؤال عجيب ما الفرق بين القاتل الذي يقتل واللي هيا ذو بالله أعظم الجرائم بعد الشرك بالله بين القاتل وبين الذي يدعو بالموت تقريبا لا فرق وقد يكون الذي يدعو شرا عند الله من القاتل كيف؟ شيء خطير طبعا شيء خطير جدا فكرت وجدت من خلال التجارب في الحياة ومن خلال ما نقرأ ونسمع بعض الناس يسير في الخطة السوق في خطة الجريمة والانحراف والفزور حياته كلها لكن لا تتخطى جرائمه التجيل الخداع النصب أكل بعض أموال الناس ويعيش على هذا يبدو أن قدرته على الشر محدودة هذا مجرم محدود لا يستطيع أن يفتح بالكم هناك خير يعني هناك بقايا الخير هذا المسكين لا سأل الله له الأمثال الهداية انتبهوا لكن في المقابل هناك صنف من الناس يتورع أن يأكل فلسا واحدا من أموالك لا يمكن لا يفعل هذا جميل هذا طيب مطلوب هذا من دلائل الإيمان لكن انتبهوا نأتي الآن إلى شيء مناقب تماما لو أكلت منه فلسا واحدا لو تعديت على طرف بسيط جدا من حقوقه يتمنى لك الموت ويدعو الله عليك بالموت ويبدأ ليلنا الله دمره اللهم حرقه هذا فاجر أيضا وملحد في أسماء الله وصفاته وهذا التذكير بخطبة إلحاد المؤمنين كلها كانت تدر على هذا المعنى خطير يجب أن نفهم هذا وأن نربي عليه أولادنا نقول له واضح من دعائك أنك رجل ما عرفت الله أو امرأة ما عرفت الله لحظة لا يمكن أن يجوز نفسه ويتسامح بأن يدعو على من ظلمه أيها الإخوة قيراطا بأن يدمره الله مليون قيراط ظلمك في مليم وأنت تدعو عليه بهلاك الدارين في الدنيا والآخرة وأن الله يفعل به وربما أنا سمعت هذا بأذني سمعت من بعض الناس والله يدعو على ذرية من ظلمه أقول له لماذا يا أخي لماذا تدعو على أولاده وقال هكذا هو وأولاده طبعا الحمد لله أنا مطمئن جدا الله لن يستجيب له في هذا المسكين الظلم لآخر لن يستجيب الله لا يمكن لا يمكن أن يستجيب لهذه الأهواء الطاعشة التي إن دلت على شيء فإنما تدعو على انبتاة الصلة بالله لا صلة لهذا بالله وقد أيها الإخوة حطوا عبر حياتي كلها أن أولياء الله الذين ثبت لدي والله عز وجل حسيب كل أحد بدلاء الكثير أنهم فعلا من أولياء الله يا أخي لديهم تورع أكثر من عجيب وأكثر من غريب في الدعاء على عباد الله لا يكادون يدعون على أحد وإن ظلمهم وجار عليهم وفعل وفعل شيء غريب جدا جدا فإن طف صاعهم كما يقال فإن طف صاعهم وفاض كاسهم قالوا حسبنا الله ونعم الوكي وفوض أمري إلى الله إن الله بصير من العباد وكفى بها كفى بها مخيفة الله ستولى الموضوع لكن بعدل لأنه على صراط مستقيم لا إله إلاه وأيضا من رحمته وسعته أنه قد لا يعاجل عبده الظالم بعقوبة في الدنيا لما سبق في علمه من بعض الخير الذي لا يزال عند هذا العبد فيبسط الله يده بالتوبة لعله يتوب ثم يرضي صاحب الحق فيتوب الله على الاثنين ويدخلان جميعا الجنة بإذن الله الله يحب هذا وينبغي نحن أن نحب ما أحب الله أن نحب ما أحب الله فالدعاء خطير إذن تربع عليه أيها الإخوة قبل أيام شاهدت مقاطعة هزتني هزا لعل هي التي أوحت لي بهذا المعنى هزتني هزا في مسألة لن أقول تافها ليس في العلم توافه أيها الإخوة لكن مسألة فرع فرع فرعية وهي من مستحدثات ومبتكرات العصريين بمعنى أنها خالفت إجماع المفسرين يعني كل المفسرين السابقين كانوا على رأي فالآن طبيعي جدا حين يأتي الشيخ الفلاني ويكرر هذا الرأي هذا الرأي جمهور مفسرين لماذا ينبغي أن يكون الرجل عبقريا مثلك يعني أنت المنتقد يعني وأن يهتدي إلى الرأي الجديد الذي ربما لعله لم يسمع به أصلا وإن سمع به ليس ملزوزا أن يوافق عليه وأن يصادق عليه هذا جدا هذا لو سألتني أنا أنا رأي فهجمه المفسرين لو سألت هو هي نفس الشيء هذا رأي الجماهير يعني في مسألة بسيطة جدا جدا وشوف يا أخي مقطع الفيديو هذا يأتيك بالشيوخ معمميين وبلحة وناس أفاضل لعنة الله عليك يا يهودي يا كافر يا منافق يا كذا وكذا وكذا بألفاظ والله يعفوا اللسان عن ذكرها يلعن المشاكل لماذا؟ ماذا قال هذا الشيء؟ إنجازت لعنته لأنه قال بهذا الرأي إذن انتبه انتبه افتع عينيك أنت تلعن كل مفسري على الأمة حتى من طائفتك حتى من طائفته كل مفسري طائفته والله على الرأي نفسه يعني أنت تلعن ألوف المفسري من أولياء الله وعباد الله الصالحين من أجل ماذا؟ من أجل أن يسوي حساباته مع بعض المعاصرين الذين يبغضهم لسبب أو لآخر تغض النظر يا سيدي حتى لو أبغضته وكرهته أين العدل أين الإنصاف أين تقوى الله تبارك وتعالى أصبح الدين أيها اليوم مهزلة ومسخرة أستغفر الله العظيم ما هكذا يوقّر الله ما هكذا يوقّر أبشع ما في هذا المشهد كله تعرفون ما هو؟ الموقف من الله صورة الله في نظر هؤلاء كيف هي؟ أنه برسم أن يلبي هذه الدعوات وهي اجتراء وقح على عدل الله تبارك وتعالى وعلى رحمة الله كيف يمكن؟ كيف يخطر لك أن تدعو بمثل هذه الدعوات؟ إذن الساعة أيها الإخوة من الموضوعات أعتقد التي ينبغي أن نعيد فيها النظر